يعني إحنا قلنا نبدأ مع حضرتك كده المقدمة وأنا عارفة وإحنا بنتكلم عن قديت دور لشخصية إرهابي عماد عبد الحميد لي طار عندنا كلنا أيو بس أنت قلت كلمتين في الآخر بتحاول يتصلح الناس علي أنا حاولت أنا حاولت أنا بمثل علشان خاطر أوصل الصورة للشخصية اللي أنا فهمتها و اللي أنا قارتها وفعلا قدرت تعمل ده أنا طائب زي محمود الجندي وكمال أبو راية لا أكيد الناس طبعا هتفصل دائم ما عارفش طبعا ناس بتفصل ده ولا لا يعني قبل ما سألك عن المسالسة الناس فاصلة وهي بتشوفك دلوقتي ما بين عماد عبد الحميد الإرهابي وما بين الفنان عابد عنيني ولا لسه الحقيقة أنه لسه لأنه زي ما انت قلت هو كان فيه إخلاص شديد جدا في العمل ده فهو طالع بالصورة دي فأنا شخصيا وصلت المرحلة أنا بقيتش فاصل يعني أنا عايز أقول لك حاجة غريبة جدا أنا من الحلقة التامنة ما بقيتش قادر أتفرج عن المسالسة المرة واحدة يعني الحلقة اللي حصل فيها أول حدثة بتاعت محاولة اغتيال وزير الداخلية وحصل في الحدثة دي في نفس اليوم في نفس يوم عرض الحلقة دي حتى فيه ناس كتير جدا اتلخبطت حصل الحدثة ربنا يرحم 18 شهيد استشهدوا فيها في يوم 8 رمضان قريب في دار العبد فاليوم ده اليوم ده نزل الخبر في عرض الحلقة لدرجة انه الناس كانت متلخبطة ما بين انه ده في أحداث المسلسل ولا ده نكتل مكان الأداء في المسلسل حقيقي وبيعكس فعلا الحرب اللي مصر وأبطالها خدوها ضد الإرهاب بالزبط هو يمكن علشان الموضوع طالع بشكل حقيقي جدا فالناس مش قادرة تفصل لسه قالوا لك ايه طيب الناس ابتدى عليها دعو عليك اه فيه ناس كتيرة ابتدى عليها ومش ابتدى عليها اللي هو في كومنت بهزار يعني لأ فيه ناس بتبعتلي ربنا ينتقم منك ومن اللي زيك ففي الأول كنت يعني طب ده نجاح الناس صدقت فعلا أدائك الشخصيات وكننا متوقعين وطبعا يعني انت لما بتعملي شخصيات فيلن عموما بتبقي عارفة ان انت نجاحك مرتبط بانه الناس تصدقك فتكرهك بس في الوضع ده بالذات في الأحداث اللي البلد بتمر بيها في مناقشة فكرة الإرهاب وشخصية الإرهابي فأنت نفسي أنا نفسي فعلا يوم الحلقة يوم عرض الحلقة التامنة ده لما نزلت الشاشة السودة اللي في آخر الحلقة وقالت انه صاحب الكشك توفى وتم أبطر ساق الطفل الصغير أنا فعلا يعني مش عارف يعني حسيت انه مفيش نسيت بقى انه ده تمثيل وانه أنا شخصيا اللي بمثل وفعلا اضيقت اضيقت لدرجة انه كان اضيقت من نفسك اضيقت من شخصيتك اللي انت بتعملها اه طبعا يعني مش يعني قادر افهم منه ده تمثيل يعني بس اضيقت مش عارف يعني أول ما الشاشة دي نزلت في آخر الحلقة بالأحداث اللي أنا بقولك عليها انه الحلقة بدأت بخبر انه تم استشهاد 18 واحد في نفس اليوم ده كان الموضوع صعب على درجة ان انا بقيت 3-4 ايام بعدها مش قادر اتفرج على الحلقات يعني كرهت نفسك اكتر من ناس كرهوك كرهت الشخصية كرهت اللي حاصل يعني كرهت انه ده حصل أحسنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا